السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ان شاء الله هنكمل اسئلة النحو المختارة من امتحانات الادارات التعليمية لسنوات سابقة. احنا طبعا خدنا في الفيديو الاول صفحة دي ودي. ودلوقتي ان شاء الله في الفيديو ده هنكمل الصفحة دي ودي. احنا كده خلصنا الاربع صفحات. قطعة رقم سبعة اقرأ ثم اجب. اننا الان نعيد بناء بلدنا الحبيب اعادة شاملة. اعادة شاملة. ونحن بحاجة الى جهود كل الابناء المخلصين ليكون بلدنا في اعلى منزلة. وعليكم ابنائي بالاجتهاد في طلب العلم فهو الطريق لنهضة الامم ورقية. اول سؤال بيقابلنا طبعا اعرب ما تحته وخط في الفقرة السابقة. هنبدأ نعرب الكلمات اللي تحتها خط. فهنا اول كلمة بتقابلني كلمة بناء. نعيد. اننا الان نعيد بناء. بناء هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. آآ نعيد بناء بلدنا الحبيب اعادة. نعيد اعادة. كلمنا نأخذها من لفظ الفعل تبقى مفعول مطلق. مفعول مطلق بيبقى منصوب. بيبقى اعادة مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة بعد كده عندي كلمة بالاجتهاد جر ومجرور زي ما احنا شايفين فعنقول الباق حرف جر والاجتهاد اسم مجرور بالباق وعلامة جر وقصرة بعد كده في طلب العلم طلب العلم كلمة ناكرة وبعدها كلمة معرفة تبقى دي مضاف إليه يبقى العلم مضاف إليه مجرور وعلامة جر وقصرة طيب نشوف بعد كده أكمل بما هو مطلوب بين القوسين المعلم وهنا بيقول لي نحط خبر جملة اسمية فأقول المعلم شرحه مفيد بعد كده إنا نقاط ناجحون وعايزنا نحط اسم الإنة اسم الإنة بيبقى منصوب هتبقى إنا الماهرين ناجحون بعد كده أصبح الناس نقاط لنعم الله عايز خبر للفعل أصبح يكون مفرد فأقول أصبح الناس طبعا إسمان زي ما انت شايفين بيبقى مرفوع وخبره منصوب أصبح الناس شاكرين لنعم الله أربع المهندس نقاط وعايز خبر شيفه جملة فأقوله المهندس في المصنع بعد كده أجب بما هو مطلوب بين القوسين أنت مواطم مخلص وبعده بيقول لي أكدوا الجملة السابقة الأداء اللي أنا بأكد بيها إن إحنا طبعا عارفين معاني الحروف النسخة ومعاني الأفعال النسخة فأنا عندي إنا وأنا بيتأكد بيهم إن أنا كأن للتشبيه ليت للتمني لعل للترجي وهكذا فكل واحدة فيهم بيبقى لها إيه بيبقى لها معاني فلما يقول لي أكد بقى أستخدم الأداء اللي بتفيد التوكيد فأقول إيه أنت مواطم مخلص والضمير ده خليه متصل بإنا فأتبع إنك 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 مواطن مخلص وعشان تبقى واضحة أكتر أي ضمير قلت بيتصل بإنا أو بيبقى إسمها فالاسم هنا اسمها طبعا اسم هنا بيبقى منصوب إنك مواطن وطبعا أدي اسمها اسم إن وإيه دي الخبر هو مش مطلوب يعني أنا بوضح لكم بس هو بيقول لي أكد الجملة بس خلاص إنك مواطن مخلص بعد كده بيقول لي لا تكن متعجلا لا تكن أنا عندي دي تكن دي اللي هي كان سواء كانت مضارع أو كانت ماضي أو كانت أمر هي بتعمل نفس العمل لا تكن اسمها دمونست تقدره أنت ودي خبرها فهنا بيقول لي اجعل خبر تكن شوفه جمع عايز الخبر ده خليه شوفه جمع فأنا أقول له مثلا لا تكن من المتعجلين لا تكن من المتعجلين تمام يبقى نركز على دول شويه علشان دول يعني عايزين تفكير تمام أنا لما أكدت الجملة دي قلت أنت مواطن مخلص قلت إنك مواطن مخلص لا تكن متعجلا عشان أخليها الخبر هنا شوفه جملة قلت له لا تكن من المتعجلين تمام بعد كده اقرأ ثم أجب هنبدأ ندخل في القطعة رقم 8 القطعة التامنة بتقول لي إيه إن العدلة من سمات المؤمنين والصدق في القول لسبيل المنصفين وبالعدل والصدق هزبط الصورة شوية عشان حسنها مش واضحة ماشي كده أحسن إن العدلة من سمات المؤمنين والصدق في القول لسبيل المنصفين وبالعدل والصدق يحقق الإنسان آمان له فعليكم بالعدل والصدق حتى يصبح التفوق سهلا هنا هنعرف طبعا أعرف ما تحتوي خط إن العدل من سمات المؤمنين كلمة ناكره بعدها كلمة معرفة زي ما قلنا تبقى مضاف إليه يبقى كلمة المؤمنين مضاف إليه مجرور بالياء بالياء ليه لأنه جمع مذكر سالم زي ما احنا شايفه وبعد كده في القول سبق حرف جر يبقى كلمة القول هنا اسم مجرور بفي وعلامة جر القصرة بعد كده فهو بيقول لي هنا يحقق الإنسان آمله يحقق الإنسان يبقى الإنسان فيها المرفوع على مترفعه الضم حتى يصبح التفوق اللي عنده يصبح لهي أصبحها من أخوات كانة يبقى ده اسمها واسمها بيبقى إيه؟ اسمها بيبقى مرفوع يبقى اسم التفوق اسم يصبح مرفوع على مترفعه الضم بعد كده استخرج من الفقرة السابقة ما يليه خبر لمبتده هي كلمة سبيل فهنا بيقول لي الصد بداية جملة جديدة هي الصدق في القول ما له الصدق في القول سبيل المنصفين يبقى أنا عندي ده مبتدى وده خبر سبيل سبيل ده طبعا مش الخبر محدش يتخمه ويعمل لي ده الخبر طبعا الصدق في القول ما له سبيل يبقى اللي أنا فهمت منها حاجة زي ما قلت قبل كده يا كلمة سبيل يبقى سبيل هي الخبر ونوعه زي ما احنا شايفين مفرد يبقى سبيل ونوع مفرد عايز بعد كده اسما لحرف ناسخ طيب نشوف الحرف الناسخ اهو الحرف الناسخ في بداية الجملة اهو عايز اسمه هي كلمة العد عايز خبر الحرف خبرا لحرف ناسخ اسما أصد هنا اسما لحرف ناسخ ادي الحرف الناسخ ودي اسمه تمام اسم الحرف الناسخ هو كلمة العد طب خبر بقى الحرف الناسخ هو نفس الحرف هنجيب بقى لإيه الخبر بتاعه? ان العدل يبقى انا عندي من سماية. خبر لحرف ناسخ من سماية. تمام كده? يبقى انا اسمه كلمة العدل. وخبره من سماية. تمام. والخبر بيقول لي هات خبر لحرف ناسخ وبين نوعه? نوعه شبه جملة جر ومجرور زي ما احنا شايفين. يبقى هنعيد شوية دول تاني اسم لحرف ناسخ وكلمة العدل. خبر لحرف ناسخ من سمات. طب نوع ايه؟ شوفوا جملة جر ومجرور. تمام. اصبحنا صائمين. الحمد لله. اصبحنا صائمين. احذف اصبحها. بتجي كتير دهيت. احذف اصبحها. بدأ ما يقول لك دخل آآ على الجملة. حرف ناسخ او اسم ناسخ. آآ حرف ناسخ او فعلي ناسخ. اسفة. آآ حرف ناسخ او فعلي ناسخ. بيقول لك مثلا ايه? لا احذف انت بقى وكتب لك جملة صحيحة. اكتب الجملة صحيحة. فانا لو لو حذفت اصبحها هي منتصل بقى ضمير. الضمير ده هو اسمها طبعا. فالضمير ده هو ده اسمه ضمير متصل. هتاخدوا الكلام ده كله فيقول اعداد ان شاء الله. هخليه انا هو ضمير متصل. هخليه مفاصل بقى خلاص. فاصبحنا. احنا يعني. فاتبقى ايه بقى? نحن. هنكتب هنا. هنشيل ده خالص ونخلي النادي نحن. نحن. اهيه. نحن. طيب هنسيب الصائمين صائمين زي ما هي كده منصوبة. لا. طب انا هنصيبها ليه? ده هو هيبقى مبتدأ وخبر. يعني مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع. لان اصبحها اتشالت خلاص اللي كانت عاملت تغييرات. يبقى هرجع هرجع ده مرفوع مرة تانية. فاقول نحن صائمون. نحن صائمون. وهو عامل الفكرة دي كلها عشان يشوفك. هتسيب دي زي ما هي. ولا هتعرف ترجحها لإعرابها الصح. لانها هتبقى خبر مرفوع لما نشيل اصبح. بعد كده القطعة التسعة. اقرأ على بارة تالية ثم اجب عامة بعدها من اسئلة. اصبح التعليم متاحا في مصر لكل ابنائها. لانه ضروري لكل انسان. فهو يفتح له ابواب العمل والرزق. اعرف مفوق الخط اعرابا كاملا. هنا بيقبل حاجة قبليتني. بصوا انا قلت اي ضمير يتصل بانة او احدى اخوتها او بخانة او احدى اخوتها بيبقى اسمها على طول. يبقى معنى كده ان الضمير ده اسم انا. دي انا اللي معاني دي. يبقى ضروري ده خبرها. وخبرها وخبر انا او انه بيبقى ايه مرفوع. يبقى ضروري خبر انا مرفوع لما ترفعه الضمة. تمام كده? عشان هو عايز اعراب كامل. آآ فهو يفتح له ابواب. وبيفتح الابواب. يبقى ابواب هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. هم كلمتين. تمام. آآ بعد كده بيقول لي هنا ايه استخرج من العبارة السابقة خبرا لفعل ناسخ. اصبح. عندي اصبح فعل ناسخ اهو. والتعليم اسمها يبقى متاحا خبرا. يبقى خبرا لفعل ناسخ هي كلمة متاحا. اللي هي دي. اسما لحرف ناسخ. خلي بالك انا ما عنديش حرف ناسخ في القطعة غير انا. اللي هي دي. انسان فهو يفتح له ابواب الرزق. ابواب العمل والرزق. تمام. لانه. في حتة باي يعني هي ممكن تكون صعب عليكم شوية مش عارفة وجيبها ازاي يعني. آآ اسما واحنا طبعا اعربنا في الاعرابات. اعربنا الخبر. هنا بقى هو عايز الاسم. اسم لحرف ناسخ يا ولاد الحرف الناسخ هنا اللي هو انا زي ما قلتلكم. وانا اقلالكم ان اي ضمير ولازم تفهمه كويس. اي ضمير بيتصل بانا 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 او احدى اخواتها. او اي ضمير يتصل بكانا او احدى اخواتها بيبقى اسمها على طول. يبقى انتوا فهمتوني كده ان اسم لحرف ناسخ هو الضمير اللي موجود في كلمة لأنهم. الضمير ده. لو ضميرها غائب ده. فهنا هنقول ايه اسم لحرف ناسخ هقوله ونحفظ شوية ده كويس. الضمير في لأنهم بنكوسين الهاء. لو ضمير الغائب. وفي الحالة دي بنقول عليه ضمير مبني في محل نص باسم أنا. ضمير مبني في محل نص باسم أنا. طب لو هو متصل الضمير ده متصل بكانا او احدى اخواتها اقول ضمير مبني في محل رفع. لان اسمي كانة بيبقى مرفوع. اما لو متصل بانا او احدى اخواتها اقول ضمير مبني في محل نص. وهكذا يبقى اي ضمير اتصل بانا او احدى اخوات او اي ضمير اتصل بانا او احدى اخوات يبقى هو اسمها على طول. ويبقى ضمير مبني في محل نص باو في محل رفع. على حسب بقى هو متصل بانا ولا متصل بكينة بعد كده أكمل بالمطلوب مراعين أعرابه التلاميذ التلاميذ أمام الفصل لأنه عايز خبر شيبه جملة ظرف عايز خبر شيبه جملة ظرف أنا قلت له التلاميذ أمام الفصل أمسة الطالبات عايز خبر مفرد الطالبات مجتهدات هنا نقطة بيقول لي جاءه معتدل وبيقول لي هنا حرف يفيد الترجي الحرف اللي بيفيد الترجي أنا قلت نحفظ معانيهم كويس إنه قانでした أنه بيفيد التوقيت ولعل بتفيد الترجي ولايت بتفيد التمنى وكأنه بتفيد الترجي يبقى الحرف اللي بيفيد الترجي لعل ترجي ولايت بتفيد التمنى لعل الجو معتدل فايدت أن أنا أحفظ معاني الحروف النسيخة والأفعال النسيخة أن هو سعاد يطلب مني فعل بالمعنى كده بمعناي يقول لي مثلا يستخدم حرف يوفيد التشبيه أو حرف يوفيد التوقيد أو حرف يفيد التمني فأنا لازم أبقى عارف إيه معناه فهقول لعل أجوة لأن اسمها يبقى منصوب معتدل وخبرها بيبقى مرفوع لأنه بيقول واضبط اسمهم واضبط اسمه أنا هاضبط كله بقى أقول أجوة معتدل أنا ضبطت الاسم والخبر كمان أنا ضبطت اسمه وخبره نتنم مع بعض طيب كان الشرطيان عملهما متقن لأنه عايز كان أدي كانوا اسمه مرفوع هو عايز خبر لكان بس يكون جملة اسمية فأنا جبت له جملة اسمية عملهما متقن تقول لها على بعضها كده جملة اسمية في محل نصب خبر كان دي كلها جملة اسمية في محل نصب خبر كان لأن اسم كان مرفوع بعد كده بيقول لصوب الخطأ فيما يأتي أكتب جملة كاملة صحيحة ظل متقني العمل يفيدون الوطن هو اللي تريني هنا هقول ظل متقنون العمل لأن اسمه ظل بيبقى مرفوع زي منتو شايفينه متقني دي أولاد أصلها جمع مذكر سالم أصلها متقنين طب هتقولولي مولي النون راحت فين النون بنشيلها لما بنضيف لها كلمة تانية يعني مضافة مضاف إليه في حالة الأضافة بنشيل النون لأن الأضافة دي بتبقى بدل النون بتاعت جمع المذكر السالم أو بدل المسنة في حالة المسنة كمان جمع المذكر السالم أو المسنة في حالة الأضافة بنشيل النون منها سواء بقى فيها بنشيل منها إيه؟ بنشيل منها النون التلفون هيفصل شح فهنا هقول هنا ظل متقنون العمل يفيدون الوطن خلاص عشان هي أساسا تبقى إيه؟ متقنون لأن أنا قلت ظل اسمها بيبقى مرفوع فمنفعش يجبه مطسوب لازم أقول متقنوا طب النون راحت فانية ماذا إحنا شلناها عشان الإضافة؟ تمام؟ تمام؟ إن المواطنون يقومون بواجبتهم تجاه الوطن هنا بيقول ليه هو وينه بيقول ليه؟ كنا سابسوا بالخطأ إن المواطنون الخطأ هو اسم إنه بيبقى مرفوع؟ لا بيبقى منصوب يبقى الخطأ هنا يبقى أنا هقول إن المواطنين يقومون بواجبتهم تجاه الوطن إن المواطنين يقومون بواجبتهم تجاه الوطن طيب هنشوف القطأ اللي بعد كده القطأ العشرة أقرأ ثم أجب إن الحرية محببة إلى النفوس ولهذا كانت مطلبا للناس كلهم يحرصون عليها حرصا شديدا فليست الحرية دورها بسيط فهي تعطي الإنسان حقوقه ولا ينالها إلا من يعمل جاهدا ولا ينالها إلا من يعمل جاهدا ليحافظ عليها كل أفراد المجتمع أعرف ما تحته خط في الفكرة السابقة إن الحرية الحرية اسم إنه منصوب وعلى متنصب الفتحة إلى النفوس النفوس اسم مجرور بإله وعلى متجر القسرة ولهذا كانت مطلبا مطلبا خبر كلا منصوب وعلى متنصب الفتحة بعد كده فهي تعطي الإنسان الإنسان هنا مفعول به وعلى منصوب علامة نصب الفتحة برضو مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة بعد كده عندي هنا إيه تخير الإجابة صحية مما بين الخوسان كلمة محببة ليه إيه هي دي إن الحرية محببة طبعا هنا هي خبر إنه لأننا عندي ده اسمها وده خبر دورها بسيط اللي هي ليست الحرية دورها بسيط عندي دي ليس اللي هي من أخوات كانة. وده اسمها وده خبرها جملة اسمية. خبرها هنا جملة اسمية. فهتيبقى بسيط خبر بنوعه طبعا جملة آآ جملة. هو ما قالش جملة ايه بس هي جملة اسمية. كلمة حرصن ان هي حرصون عليها حرصن زي ما احنا عارفين ده مفعول آآ مطلق. كلمة حرصن مفعول مطلق. آآ كلمة المجتمع هي فين? افراد المجتمع. كلمة نكره بعدها كلمة عارفة تبقى مضاف إليه اكيد. فكلمة المجتمع تعرف مضاف إليه. تمام كده قدامكم كل الاعرابات. بعد كده المصريون حفظهم الله من كل سوء. باين نوع الخبر في الجملة السابقة. اولا لازم اقول للخبر. الخبر اهو. المصريون مبتدأ حفظهم الله. ده الخبر. فنوع الخبر هنا زي ما انتوا شايفين جملة فعلي. كونوا صادقين. يحزف النازخ زي ما عدت علينا لسه من شوية. واكتب الجملة صحيحة. يبقى احنا عندنا كونوا صادقين. احزف النازخ اللي هو كان. واكتبوا الجملة صحيحة. انا قلت الضمير المتصل ده خلاص. هيبقى خلاص ضمير منفصل بقى. الحاجات دي برضو هتعرفوه اكتر فوق العداد. فكونوا صادقين هقول انتم صادقونة. وخلاص دي مش هتبقى منصوبة هتبقى مرفوعة. لان ده هيبقى مبتدأ وخبر عادي خالص. لكنها جملة اسمية مدخلش عليها اي 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 فعل ناسخ ولا اي حرف ولا اي حاجة. بعد كده القطعة الايه. اقرأ ثم اجب. الخلق الكريم من صفات المؤمنين. وليت الناس جماعا يتمسكون بها حتى يصير المجتمع مطرابطا ويقدم ابناءه الجهودا مخلصة تحقيقا لنهضطين. اه انا عندي الخلق هنا مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة. من صفات كلمة نكره وبعدها كلمة معرفة. يبقى صفات مضافة ليه مجرور علامة جره. لانه جميع مزكر سلم زي ما احنا شايفين. حتى يصير المجتمع. انا عندي صورة من اخوات كانة. والمجتمع اسمها. يبقى المجتمع اسم ياسر مرفوع علامة رفع الضمة او اسم صورة. اه بعد كده يقدم ابنائه. ابناء هنا فاعل. مرفوع علامة رفع الضمة. والهاء دي بنقول عليها آآ ضمير مبني في محل الجر مضاف اليه. ضمير مبني في محل الجر مضاف اليه. بعد كده استخرج من الفقر السابقة. خبرا لمبتدأ وبين نوعه. كلمة من صفات. اهي. ونوعه شفى جملة جره مجرور. خبرا لفعل ناسخ وبين نوعه مترابطا. اللي هي هنا اهي. آآ هي خبر يصير. ونوع مفرد زي ما احنا شايفين. آآ حرفا ناسخا. وبين نوعا عندي ليتا. اهي ليتا من اخوات انة. ويعايز حرف ناسخ وبين نوع خبره. ادي الحرف الناسخ. آآ ليتا الناس جمعا يتمسكونها. وادي الخبر بتاعه. لان ده اسمها ودي بنقول عليها حال. هتاخدوه برضو في الترمتان. يبقى ليتا واسمها وخبرها يتمسكونها ونوع جملة فعلي. تمام? يبقى حرف ناسخ ليتا وبين نوع خبر جملة فعلي. ونوع وخبره اهم. آآ مفعولا لاجل كلمة تحقيقا. كلمة ايه? تحقيقا. ايه يا دي? بعد كده بيقول لي الامل قريب في الشفاء. ادخل على الجملة لعل واضبطها بالشكل. لعل من اخوات انة. اسمها منصوب وخبرها مرفوع. لعل الامل قريب في الشفاء. لعل الامل قريب في الشفاء. بعد كده ظل المصري معتزم بتاريخه. اجعل هذه الجملة لجمع المذكر السلم وغير ما يلزم. ظل ظل من اخوات كانة. هتبقى ظل المصريونة معتزن. هنجمعها برضو طبعا. لان احنا جمعنا اسمها. هنجمع خبرها. ظل المصريونة معتزينة لان الخبر بيبقى منصوب بتاريخهم. ظل المصريونة معتزينة بتاريخهم. بعد كده القطعة اللي تماشر واخر قطعة. انا تعبت اول اللهي. فياريت بقى بعد التعب ده كله ما ننساش اللايك للفيديو لان والله انتم شافحنا متعفية دي ايه? التعاون ضرورة من ضروريات الحياة. اذ لا يمكن لأي انسان ان يصبح قادرا على اعباء الحياة منفردا ولكن هو يحتاج دوما الى الاخرين وان يستمر في المشاركة نعم استمرارا يعود بالنفع على المجتمع. هنا اعرف ما تحتوي خطة طبعا التعاون مبتدع مرفوع على مترافة الضمة. بعد كده عندي كلمة ايه? آآ الاخرين قبلها حرف جارف. يبقى الاخرين اسم مجرور بقيلة وعلامة جارو لها لانه جابا مزكر سالم زي ما احنا شايفين. آآ يستمر استمرارا يعني يبقى استمرارا مفعول مطلق منصوب بالفتحة. بعد كده استخرج من العبارة السابقة. خبرا هنبدأ التعاون ضرورة. يبقى كلمة ايه? يبقى كلمة ضرورة. هو نوع مفرد زي ما احنا شايفين. حرفا ناسخا. حرف ناسخ. انا عندي حرف ناسخ لكنه. اللي هي دي لكنة. اللي هي من اخوات انا. حرفا ناسخا. آآ لكنه آآ عايز الحرف الناسخ. وبين خبره. احنا قلنا اي ضمير بيتصل بهم بيبقى اسمهم. يبقى الضمير ده اسمها. خبره بقى يحتاج. يبقى الحرف الناسخ لكنه وبين خبره كلمة يحتاج. جملة فعلية زي ما احنا شايفين. خبرا لفعل ناسخ قادرا. خبرا اللي هي يصبح هون قادرا عن يصبح. واسمها ده ما لمستطف التقدير وهو. هو وده خبرها قادرا. يبقى خبر لفعل ناسخ قادرا وزي ما احنا شايفين هم مفرد. خبر لفعل ناسخ. بعد كده المصريون متعاونون. ادخل حرفا ناسخا على الجملة اللي هو انه واحدة اخواته وغير ما يلزم. هتبقى ان المصريين متعاونون. بعد كده الطالب مجتهد يبقى على الخبر جملة. يبقى لازم نعرف الخبر اهو. هنخليه جملة وهنا مفرد هجيب منها هجيب منها الفعل من كلمة مجتهد. اه فاقول مسلا الطالب يجتهد. الطالب يجتهد. تمام. كده يبقى احنا خلصنا كل التدريبات وعملناهم على فيديوهين عشان هما اطوال. وزي ما قلتلكم هحطتلكم في كل فيديو منهم الرابط بطاعة الفيديو التاني. علشان تقدروا تكملوا التدريبات كلها ورا بعضها. ياريت ياريت عشان انا تعبت جدا والله فيهم لانهم كتير. ما ننساش اللايك. انا مش عزة اكتر من اللايك للفيديو. ولي ما اشتركش في القناة ويشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.